أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ هل تعلمون أن الدعاء هو عبادة من العبادات التي نتقرب بها إلى الله تعالى ونثاب عليها بالحسنات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة وهناك آذاب ينبغي أن نتأذب بها ونحن ندعو الله تعالى منها أن نخلص الدعاء لله تعالى وحده فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله أن نستقبل القبلة ونحن ندعو الله تعالى أن نبدأ الدعاء بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى ومثال ذلك أن نقول يا شافشفنا يا رحمن الرحمنا يا لطيف الطفبنا يا عزيز أعزنا خفض الصوت بالدعاء وعدم الجهر به اختيار الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء كالثلث الأخير من الليل وعند سماع الأذان ونزول المطر وإفطار الصائم وغير ذلك اليقين في إجابة الله للدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة وإذا تأخرت إجابة الدعاء فلا تقول دعوت فلم يستجب لي فإن الله تعالى أعلم بما هو خير لك وهو سبحانه يجازيك على الدعاء بأمر من ثلاثة إما أن يستجيب دعاءك وإما أن يصرف عنك من السوء بقدر ما دعوت وإما أن يدخر لك أجر الدعاء وثوابه في الآخرة خير الأدعية وأجمعها ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد أن تحفظ تلك الأدعية لتدعو بها وقت ما شئت تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر